بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هندوسي متطرف يناشد الهندوس بحمل السلاح وإبادة المسلمين حيث طالب أحد الرهبان الهنود بارتكاب إبادة جماعية بحق المسلمين في قمة لخطاب الكراهية استمرت ثلاثة أيام عقدت في إحدى المدن الهندية أرجو أن تبقوا معنا لمتابعة هذه النزعة العنصرية الإجرامية بحق المسلمين وماذا ينبغي علينا أن نفعل في مواجهة هذه الهجمة الكبرى التي تستهدف بها الأقليات المسلمة حول العالم أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إذن هذه لقطات من هذا المقطع وهو يقول ليس هناك خيار آخر في مناشدة للهندوس بأن يحملوا السلاح وأن يكونوا مستعدين لأن تقتلوا وأن تقتلوا في مقاتلة المسلمين الأبرياء ويقول مثل ما ينمار كما يفعلون الشرطة والجيش والسياسيين وكل هندي يجب أن يستل السلاح ويبدأ في إبادة المسلمين يعني أنظر إلى هذه الروح العنصرية الشديدة التي تنتاب هؤلاء عليكم التركيز على ذلك هكذا يقول ويناشد عليكم أن تستعدوا لذلك يعني شيء غاية في الإجرام لا يزال هناك واقع هكذا يقول ويخاطب ويحشد ويقوم بشحن هؤلاء ضد المسلمين لكي يقتلوا يجب أن تكون هذه هي الأولوية هكذا يقول إذن يعني تابعنا مع حضراتكم يعني ماذا قال هذا المتعصب وهذا المجرم الهندوسي حكومة الهند تصمت على هذه الدعوات الهندوسية لقتل المسلمين والشرطة تكتفي بفتح تحقيق شكلي لا قيمة له قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه رغم انتشار مقاطع فيديو من مؤتمر لمتطرفين هندوس دعوا فيه لقتل المسلمين على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي بالهند فإن رئيس الوزراء مودي حفظ على صمته ولم تدلي حكومته بأي تعليق كعادته طبعا وذكر تقرير نشرته الصحيفة أن المئات من النشطاء والرهبان والهندوس المتطرفين قالوا خلال التجمع الكبير في أوائل ديسمبر كانون الأول إنهم سيحولون الهند الجمهورية العلمانية دستوريا إلى أمة هندوسية حتى لو تطلب ذلك الموت والقتل ونقلت الصحيفة عن بوجش كونباندي زعيمة هندو مهسبة وهي جماعة تعتنق القومية الهندوسية المتشددة قولها في إشارة إلى مسلم البلاد إذا كان هناك مئة مننا مستعدين لقتل مليون منهم فسننتصر ونجعل الهند دولة هندوسية استعدوا للقتل واذهب إلى السجن وتقول الصحيفة إن المؤتمر الذي استمر لمدة ثلاثة أيام في مدينة هارديو الهندوسية المقدسة نتج عنه أقوى دعوة فاضحة ومثيرة للقلق إلى العنف خلال السنوات الأخيرة وخلال هذا التجمع الذي عقد في قاعة مزدحمة دعا رهبان هندوس يمينيون إلى تسليح أنفسهم وقتل المسلمين وشمل الحضور زعماء دينيين مؤثرين تربطهم علاقات وثيقة بحزب رئيس الوزراء مودي الحاكم ورغم إعلان الجهات الأمنية فتح تحقيق تقول الصحيفة إن الشرطة التي تسجن نشطاء حقوقيين أو ممثلين كوميديين بسهولة وبسبب تهم تفتقر إلى الأدلة كانت بطيئة في اتخاذ إجراءات بحق الذين دعوا إلى العنف والقتل وتقول الصحيفة إن الجماعات السياسية المعارضة كانت مقيدة في ردها على المؤتمر وهو مؤشر على قوة سيطرة الجماعات القومية الهندوسية اليمينية على البلاد منذ تولي مودي منصبه عام 2014 وحضر المؤتمر عضو واحد على الأقل من حزب الشعب الهندي بزعامة مودي وحزب رئيس الوزراء القوم الهندوسي متهم منذ وصوله إلى السلطة في عام 2014 بتشجيع اضطهاد المسلمين والأقليات الأخرى لكنه ينفي ذلك ولم تدل الحكومة الهندية بأي تعليق وقالت الشرطة في ولاية أترانشال حيث نظم التجمع لوكالة فرانس بريس إنها تحقق في القضية مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المدنيين فيما قالت الصحيفة إن الشرطة لم تعتقل أي شخص إذن جريمة بالصوت والصورة حيث ظهرت امرأة في تسجيل فيديو تحققت وكالة فرانس بريس من مصداقيته تخاطب حشدا خلال تجمع كبير في أوائل ديسمبر كانون أول الجاري في هذه المدينة المقدسة لدى الهندوس تشجع على قتل المسلمين وقالت حتى لو أصبح مية مننا فقط جنودا وقتلنا مليونين منهم فسننتصر لم تكونوا قادرين على حماية القانون الأبدي سنتانا دراما الإسم الذي يطلقه الهندوس على دياناتهم إلا من خلال الإصرار على السير في هذا الطريق ودعت هذه السيدة المتطرفة إلى الصلاة من أجل ناثوروم غدوس الهندوس المتطرف الذي اغتال في 1948 المهاتمة غندي بطل استقلال الهند وحزب مود القوم الهندوسي متهم منذ وصوله للسلطة في 2014 بتشجيع الاضطهاب وقال النائب المسلم أسد الدين العويسي عبر تويتر إن التعليقات الواردة في الفيديو حالة واضحة لتحريض على إبادة جماعية للمسلمين ولم تدلي الحكومة الهندية المتطرفة بأي تعليق وفي التجمع نفسه دعا برواندا جيري زعيم مجموعة هندوسية صغيرة غالبا ما يظهر في الصورة إلى جانب أعضاء كبار من حزب رئيس الحكومة إلى التطهير العرقي وحث الحضور على الاستعداد للموت أو القتل وقال كما هو الحال في بورما يتعين على الشرطة والسياسيين والجيش وجميع الهندوس في الهند حمل السلاح والقيام بهذا التطهير ليس لدينا أي خيار وقال متحدث ثالث في الفيديو إنه يأسف لأنه لم يقتل رئيس الوزراء السابق عضو حزب المؤتمر المعارض حاليا منهوان سينج أول رئيس حكومة من طائفة السيخ وينفي حزب الشعب الهندي نيته تحويل الهند العلمانية والتعددية رسميا إلى دولة محض هندوسية لكن العديد من أفراد الجاليات المسلمة والمسيحية في الهند يقولون إنهم تعرضوا لهجمات وتهديدات منذ تولي مودي للسلطة ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشرطة في ولاية أورتنشال حيث نظم التجمع قولها إنها تحقق في القضية مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المذنبين ومنذ انتخاب رئيس الوزراء المتطرف مودي تزايدت جرئة المجموعات التي تنظر إلى الهند كدولة هندوسية قبل كل شيء وإلى المسلمين الذين يشكلون أقلية ويبلغ عددهم نحو 200 مليون مسلم على أنهم غرباء وقد يشكلون خطرا وفي السنوات الأخيرة قامت مجموعات هندوسية متطرفة برش دور العبادة بروث البقر ووصفت المصلين بالباكستانيين أو الإرهابيين مما دفع السلطات المحلية إلى تقليص عدد الأماكن التي يسمح فيها بأداء الصلاة خارج دور العبادة لا تسامح بعد الآن في السياق ذاته قال رئيس وزراء ولاية هاريانا العضو في حزب الشعب الهندي الذي يقود رئيس الحكومة القوم الهندوسي مودي إنه لن يتم التسامح مع أداء الصلاوات خارج المساجد بعد الآن لكن في خطوة متناقضة للطرح نظمت مجموعات هندوسية الجمعة الماضي احتفالا دينيا في الهواء الطلق أقيم خلاله معبد مؤقت ومطبخ لإطعام مئات الأشخاص وفي الطرف الآخر من المدينة اصطفى مئات المسلمين في واحد من ستة مواقع لا تزال إقامة الصلاوات في الهواء الطلق متاحة فيها وفي موقع آخر أطلقت هتافات معادية للمسلمين وأجبر عدد من أتباع هذه الديانة على ترديد شعارات هندوسية قومية وقال صابر قاسمي وهو مسلم حضر الصلاة لوكلة فرنس بريس إن المشكلة ستصبح أكثر تعقيدا وخطورة إذا لم تجد الحكومة حلا لها في الختام نسأل الله أن يجعل الإخواننا المسلمين في الهند فرجا ومخرجا وأن ينصرهم على أعدائهم أعداء الإسلام لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر